يؤشر المهتمون بالشان العراقي في دوائر صناعة القرار الدولي وجود سيناريو تدخل مجلس الأمن لإجبار السياسيين على خريطة طريق مختصرة لتشكيل حكومة المقبلة مع تحميل جميع مسؤولية خروج الأمور عن السيطرة ويقول المراقبون أن رسالة دولية واضحة نقلتها مبعوثة الأمم المتحدة العراق جيلين بلاسخارت إلى القيادات الشيعية والكردية والسنية مفادها أن استقرار العمليات السياسية في العراق مشروع دولي وليس ميدانا للصراع الشخصي والحزبي بدوافع مذهبية وقومية ونقشت المبعوثة الأممية مع رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس تحالف الفتح هادي العامري خيارات الأمر الواقع للخروج من الأزمة الحالية واعتبار المراهنة على الوقت تعقيدا إضافيا وليس انفراجا مؤجلا مع تأكيد أن الخروج من نفق الانسداد السياسي سيخدم الجميع والعكس صحيح أيضا